وفي محافظة لحج توصلت زيارات المعايدة الميدانية لأبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات بمناسبة عيد الأضحى المباركة حيث تفقدت قيادات الأجهزة الأمنية أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة كريش بالمحافظة ضمن حملة أعيادنا جبهاتنا وأنقل الوفد الزائر تهاني وتحايا قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى بعيد الأضحى وقدموا لهم الهدايا العيدية وعبرت القيادات الأمنية عن الاعتزاز بالملحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف مواقع العزة والشرف والذود على الوطن والدفاع عنه وحماية مكتسباته فيما عبر المرابطون من الجيش واللجان الشعبية عن امتنانهم وشكرهم لهذه الزيارة والاطلاع على أحوالهم ومشاركتهم أفراح العيد مؤكدين استمرارهم بصمود في مواجهة العدوان السعود الأمريكي والعملاء والمرتزقة ترجمة نانسي قنقر